منتخبنا الوطني تجربة أولى مع الكابتن آياب جلال في مباراة غينيا تجربة بطبيعة الحال صعب الحكم عليها مش صعب ده أكيد ما ينفعش الحكم عليها في أول مهمة رأيك إيه في هذه المواجهة الأولى من مواجهة المنتخب الغينيا النهار ده أنا كنت بتفرج على السنغال ورواندا السنغال كذبت في الدقيقة 95 صح 1-0 ضربة جزاء بخطأ زازج من مدافعة بالضبط من رواندا منتخب مصر وعلى أرضهم وعلى أرضهم ما بلعبوا في السنغال ماتشين هلعبوه هناك أنا هميني في ماتشات منتخب مصر الأولانية إن أنا ألم اللي بنهط صح الفترة اللي قبل كده كنا بمتعادل الأول ماتش وبعدين اتغلبنا وبعدين لمنا نفسنا في الآخر صحيح آه الأداء مش أعجب ناس كتيرة الناس بتهاجم إيهاب جلال أنا شايف إن الهجوم بدري قوي وما ينفعش زي ما حضرتك قلت بين الشوتين الناس تم تعال تديكم منتو وإزاي وإزاي لا لا يهدوا شوية الراجل ده مدرب كويس صح إحنا بقالنا فترة كروش وحش إيهاب وحش حسام وحش ده وحش ما ببصش لعيب اللعيبة اللي وحشة كتيرة لعبتنا مش فايقة لعندنا لعيبة كويسة ولكن بقالها فترة لا وحشين لا مش أداءهم مش أداء لعيبة تمثل منتخب مصر مش كل شوية ألمع على المدير الفني أول راجل هيعمله في 4-5 أيام لو سمحت أن نحكم على إهاب جلالة كابتن بعد 6 شهور بعد 5 شهور محفظ الناس طريقة لعبه يشتغل الكرة الحلوة اللي احنا بنشوفها ليه الهجوم عمال على بطال عليه كشخص هو ممكن يستحمل إهاب أنا عارفه شخصيا ما هو من جيلي ما بيسمعش كتير ما بيسمعش ما بيعلقش كتير ما بيتكلمش كتير بيجكس في شغله ولكن الهجوم الغير مبرر بأي طريقة بأي حاجة ما ينفعش إحنا دلوقتي بنقول هنسند وبنساند عايز تنقط اللعيبة النهاردة اللعيبة فيه لعيبة فيه أو انقط مدرب بشكل منطقي يعني إيه هنبدأ كلنا ننتقد الكابتن هننتقد بيب جارديول هننتقد بس ياخد فرصيته الأول هو راجل نفسه هو نفسه في المؤتمر الصحفي قال لك أنا لسه محطتش طريقة لعبة لسه محطتش خطة أنا بمشي على القديم وما كامل عشان إيه ما ما تطلبتش بس هبدأ أغير مرة على مرة فهو نفسه أكيد كمان مش راضي بالعلي بيحصل يعني هو طرد المش راضي بس مشين فهتحكم عليه من دلوقتي